وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت في كلمته أمام مؤتمر الإسكان العربي السابع أن العاصمة الإدارية تشكل واجهة مصر الحديثة ومستقبلها وضف أبو الغيت أن العاصمة ستوفر سكنا كريما للأجيال المقبلة وستكون مركزا للنشاط العام والابتكار في مصر هنا في هذه المدينة التي كانت منذ أقل من ست سنوات أرضاً جرداء على تخوم القاهرة وها هي اليوم بفضل التخطيط الطموح وسواعد المصريين وجهدهم تخرج للواقع في وقت قياسي أن هذه المدينة وغيرها من المدن الجديدة التي أطلقتها الدولة المصرية وهي كثيرة ستشكل واجهة مصر الحديثة ومستقبلها ولهذا المكان رمزية قوية لما يحمله من أمل يعلقه الكثير من أبناء هذا الوطن على مشروع سيوفره سكنا كريما لأجيال اليوم والغد ويكون مركزا مفعما بالنشاط والابتكار بإذن الله ترجمة نانسي قنقر